ليس هناك مسافة بين قبضة الامن السعودي وبين اوكار الظلام والارهاب فكل الطرق تؤدي لملاحقتهم وحصارهم حتى ولو كان ذلك في عمليات متزامنة بالعديد من المواقع كما حدث الاربعاء حينما استطاع الجنود السعوديون تنفيذ عمليات مختلفة في ثلاثة مواقع في الرياض شرقا وغربا وجنوبا الحصيلة كشفت عن منتحر وقتيل وخمسة وقعوا في قبضة العدالة تمهيدا لتطبيق الاجراءات النظامية بحقهم وحق من يقفون ورائهم واتى بيان الدولة ليكشف عن ان معركة الارهاب لن تهدأ حتى يتطهر كل شبر في البلاد منهم وهو نهج لن تتوانى المملكة في المضي قدما منذ ان بدأ خفافيش الظلام ظلمهم وطغيانهم في حق المواطنين والمقيمين ومقدرات الوطن